بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على دربه واتبعه داه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس السادس من دروس تفسير سورة طاها للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الثانية والعشرين وما بعدها إلى الآية الخامسة والعشرين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري يقول الإمام في تفسير قوله تعالى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى اعلم أن هذا هو المعجزة الثانية وفيه مسائل المسألة الأولى يقال لكل ناحيتين جناحان يقال لكل ناحيتين جناحان كجناحي العسكر لطرفيه وجناح الإنسان جنباه والأصل المستعار منه جناح الطائر لأنه يجنحهما أي يميلهما عند الطيران وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى جناحك أي إلى صدرك والأول أولى لأن يدي الإنسان يشبهان جناحي الطائر لأنه قال تخرج بيضاء ولو كان المراد بالجناح الصدر لم يكن لقوله تخرج معنا واعلم أن معنى ضم اليد إلى الجناح ما قاله في آية أخرى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء لأنه إذا أدخل يده في جيبه كان قد ضم يده إلى جناحه لأنه إذا أدخل يده في جيبه كان قد ضم يده إلى جناحه والله أعلم المسألة الثانية السوء الرداءة والقبح في كل شيء فكنا به عن البرص كما كنا عن العورة بالسوأة والبرص أبغض شيء إلى العرب فكان جديرا بأن يكنا عنه يروى أنه عليه السلام كان شديد الأدمة فكان إذا أدخل يده اليمنى في جيبه وأدخلها تحت إبطه الأيصر وأخرجها كانت تبرق مثل البرق وقيل مثل الشمس من غير برص ثم إذا ردها عادت إلى لونها الأول بلا نور المسألة الثالثة بيضاءة وآية حالان معاً ومن غير سوء من صلة البيضاء بيضاء بيضاء وآية حالان معاً ومن غير سوء من صلة البيضاء كما تقول إبيضت من غير سوء وفي نصب آية وجه آخر وهو أن يكون بإضمار نحو خذ ودونك وما أشبه ذلك حذف لدلالة الكلام وقد تعلق بهذا المحذوف لنريك أي خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصى لنريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا الكبرى أو لنريك بهم الكبرى من آياتنا أو لنريك من آياتنا الكبرى فعلنا ذلك أعيد المسألة الثالثة بيضاء وآية حالان معاً ومن غير سوء من صلة البيضاء كما تقول إبيضت من غير سوء وفي نصب آية وجه آخر وهو أن يكون بإضمار نحو خذ ودونك وما أشبه ذلك حذف لدلالة الكلام وقد تعلق بهذا المحذوف لنريك أي خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصى لنريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا الكبرى أو لنريك بهم الكبرى من آياتنا أو لنريك من آياتنا الكبرى فعلنا ذلك فإن قيل الكبرى من نعت الآيات فلما لم يقل الكبر؟ قلنا بل هي نعت الآية والمعنى لنريك الآية الكبرى كما قال في سورة النازعات فأراه الآية الكبرى ولئن سلمنا ذلك يعني لئن سلمنا أنها نعت للآيات فهو كما قدمنا في قوله مآرب أخرى وقوله له الأسماء الحسنى أنها بمعنى الجماعة فتوصف بالكبرى كما يوصف المؤنث المفرد المسألة الرابعة قال الحسن اليد أعظم في الإعجاز من العصى لأنه تعالى ذكر لنريك من آياتنا الكبرى عقيب ذكر اليد يقول الإمام هذا ضعيف لأنه ليس في اليد إلا تغير اللون وأما العصى ففيه تغير اللون وخلق الزيادة في الجسم وخلق الحياة والقدرة والأعضاء المختلفة وابتلاع الحجر والشجر ثم عاد عصا بعد ذلك فقد وقعت تغير مرة أخرى في كل هذه الأمور فكانت العصى أعظم وأما قوله لنريك من آياتنا الكبرى فقد بينا أنه عائد إلى الكل وأنه غير مختص باليد المسألة الخامسة أنه سبحانه وتعالى لما أظهر له هذه الآية عقبها بأن أمره بالذهاب إلى فرعون وبيّن العلة في ذلك وهي أنه طغى وإنما خص فرعون بالذكر مع أن موسى عليه السلام كان مبعوثا إلى الكل لأنه ادعى الإلهية وتكبر وكان متبوعا فكان ذكره أو لا قال وهب قال الله تعالى لموسى عليه السلام اسمع كلامي واحفظ وصيتي وانطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي وإن معك يدي وبصري وإني ألبستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري أبعثك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي وأمين مكري وغرته الدنيا حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وإني أكسم بعزتي لو لا الحجة والعذر الذي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار ولكن هان علي وسقط من عيني فبلغه عني رسالتي وادعه إلى عبادتي وحذره نقمتي وقل له قولا لينا لا يغترن بلباس الدنيا فإن ناصيته بيدي لا يطرف ولا يتنفس إلا بعلمي في كلام طويل يعني ذكر كلاما طويلا غير ذلك قال وهب فسكت موسى عليه السلام سبعة أيام لا يتكلم ثم جاءه ملك فقال أجب ربك فيما أمرك بعبده ثم قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يقول الإمام اعلم أن الله تعالى لما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون وكان ذلك تكليفا شاقا فلا جرم سأل ربه عز وجل أمورا ثمانية قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إذن سأل ربه عز وجل أمورا ثمانية ثم ختمها بما يجري مجرى العلة لسؤال تلك الأشياء فقال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إذن المطلوب الأول من الأشياء الثمانية التي سألها موسى عليه السلام ربه عز وجل قوله رب شرح لي صدري وعلم أنه يقال شرحت الكلام أي بيّنته وشرحت صدره أي وسعته والأول يقرب منه لأن شرح الكلام لا يحصل إلا ببسطه والسبب في هذا السؤال ما حكى الله تعالى عن موسى عليه السلام في موضع آخر وهو قوله ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فسأل الله تعالى أن يبدل ذلك الضيق بالسعة وقال رب شرح لي صدري فأفهم عنك ما أنزلت علي من الوحي وقيل معناه شجعني لأجترئ به على مخاطبة فرعون ثم الكلام فيه يتعلق بأمور الكلام في هذه الآية يتعلق بأمور قسمها الإمام إلى ستة فصول أحدها فائدة الدعاء وشرائطه وثانيها في أن الإنسان لا يذكر وقت الدعاء من أسماء الله تعالى إلا الرب لأن موسى قال رب شرح لي صدري والفصل الثالث ما معنى شرح الصدر ورابعها بماذا يكون شرح الصدر وخامس الفصول كيف كان شرح الصدر في حق موسى عليه السلام وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والفصل السادس في هذه الآية صفة صدر موسى عليه السلام هل كان منشرحا أو لم يكن منشرحا فإن كان منشرحا كان طلب شرح الصدر تحصيلا للحاصل وهو محال وإن لم يكن منشرحا فهو باطل من وجهين الأول أنه سبحانه بيّن له فيما تقدم كل ما يتعلق بالأديان من معرفة الربوبية والعبودية وأحوال المعاد وكل ما يتعلق بشرح الصدر في باب الدين فقد حصل ثم إنه سبحانه تلطف له بقوله وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ثم كلمه على سبيل الملاطفة بقوله وما تلك بيمينك يا موسى ثم أظهر له المعجزات العظيمة والكرامات الجسيمة ثم أعطاه منصب الرسالة بعد أن كان فقيرا وكل ما يتعلق به الإعزاز والإكرام فقد حصل ولو أن ذرة من هذه المناصب حصلت لأدوان الناس لصار منشرح الصدر فبعد حصولها لكريم الله تعالى يستحيل أن لا يصير منشرح الصدر ولو أن ذرة من هذه المناصب حصلت لأدوان الناس لصار منشرح الصدر فبعد حصولها لكريم الله تعالى يستحيل أن لا يصير منشرح الصدر والثاني أنه لما لم يصر منشرح الصدر بعد هذه الأشياء لم يجز من الله تعالى تفويض النبوة إليه فإن من كان ضيق القلب مشوش الخاطر لا يصلح للقضاء على ما قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان فكيف يصلح للنبوة التي أقل مراتبها القضاء لأن من مهام من نبي أن يقضي بين أتباعه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إذن إذا كان الإنسان الذي يتصف بضيق القلب لا يصلح للقضاء فكيف يصلح للنبوة ومن مهام من نبوة القضاء لذلك قال الإمام فإن من كان ضيق القلب مشوش الخاطر لا يصلح للقضاء على ما قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان فكيف يصلح للنبوة التي أقل مراتبها القضاء فهذا مجموع الأمور التي لا بد من البحث عنها في هذه الآية طبعا هذان الإشكالان الذين أثارهم الإمام في هذا الفصل أو في الفصل السادس الذي سيتناوله فيما بعد لم يجب عنهما هنا سيجيب عنهما في الفصل السادس أن هل كان موسى عليه السلام من شرح الصدر أم لم يكن من شرح الصدر أما الفصل الأول هو ذكرها إجمالا وعاد إلى بيانها بالتفصل فقال أما الفصل الأول وهو فائدة الدعاء وشرائطه فقد تقدم في تفسير قوله تعالى في أواخر سورة البقرة في وصف المؤمنين ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى قوله على لسانهم ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلا أنه نذكر من هاهنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الموضع فنقول اعلم أن للكمال مراتب ودرجات وأعلاها أن يكون كاملا في ذاته مكملا لغيره أما كونه كاملا في ذاته فكل ما كان كذلك كان كماله من لوازم ذاته وكل ما كان كذلك كان كاملا في الأزل ولكنه يستحيل أن يكون مكملا في الأزل لأن التكميل عبارة عن جعل الشيء كاملا وذلك لا يتحقق إلا عند عدم الكمال فإنه لو كان حاصلا في الأزل لست حال التأثير فيه فإن تحصيل الحاصل محال وتكوين الكائن ممتنع فلا جرم أنه سبحانه وإن كان كاملا في الأزل إلا أنه يصير مكملا فيما لا يزال فإن قيل إذا كان التكميل من صفات الكمال فحيث لم يكن مكملا في الأزل فقد كان عاريا عن صفات الكمال فيكون ناقصا وهو محال هذا إشكال كلنا النقصان إنما يلزم لو كان ذلك ممكنا في الأزل لكننا بينا أن الفعل الأزلي محال فالتكميل الأزلي محال فعدمه لا يكون نقصانا كما أن قولنا إنه لا يقدر على تكوين مثل نفسه لا يكون نقصانا لأنه غير ممكن الوجود في نفسه وكقولنا إنه لا يعلم عددا مفصلا لحركات أهل الجنة لأن كل ما له عدد مفصل فهو متناهن وحركات أهل الجنة غير متناهية فلا يكون لها عدد مفصل فامتنع ذلك لا لقصور في العلم بل لكونه في نفسه ممتنع الحصول إذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه وتعالى لما قصد إلى التكوين وكان الغرض منه تكميلا ناقصين لأن الممكنات قابلة للوجود وصفة الوجود صفة كمال فاقتضت قدرة الله تعالى على التكميل وضع مائدة الكمال للممكنات فأجلس على المائدة بعض المعدومات دون البعض لأسباب أحدها أن المعدومات غير متناهية فلو أجلس الكل على مائدة الوجود لدخل ما لا نهاية له في الوجود وثانيها أنه لو أوجد الكل لما بقي بعد ذلك قادرا على الإيجاد لأن إيجاد الموجود محال فكان ذلك وإن كان كمالا للناقص لكنه يقتضي نقصان الكامل فإنه ينقلب القادر من القدرة إلى العجز وثالثها أنه لو دخل الكل في الوجود لما بقي فيه تمييز فلا يتميز القادر عن الموجب أي فلا يتميز الفاعل المختار عن الموجب بالذات والقدرة كمال والإيجاب بالطبع نقصان فلهذه الأسباب أخرج بعض الممكنات إلى الوجود فإن قيل عليه سؤالا أحدهما أن الموجودات متناهية والمعدومات غير متناهية ولا نسبة للمتناهي إلى غير المتناهي فتكون الضيافة ضيافة للأقل وأما الحرمان فإنه عدد لما لا نهاية له وهذا لا يكون وجودا الثاني أن البعض الذي خصه بهذه الضيافة إن كان لاستحقاق حصل فيه دون غيره فذلك الاستحقاق ممن حصل وإن كان لا لهذا الاستحقاق كان ذلك عبثة وهو محال كما قيل يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما وإنه لا يليق بأكرم الأكرمين والجواب عن الكل أن هذه الشبهات إنما تدور في العقول والخيالات لأن الإنسان يحاول قياس فعله على فعلنا وذلك باطل الإنسان يحاول قياس فعل الله عز وجل على فعلنا يعني يقيس الغائب على الشاهد وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك لذلك قال الإمام وذلك باطل ليس كمثله شيء لأنه عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إذا عرفت هذا فهذا الوجود الفائض من نور رحمته على جميع الممكنات هو الضيافة العامة والمائدة الشاملة وهو المراد من قوله ورحمتي وسعت كل شيء ثم إن الموجودات انقسمت إلى الجمادات وإلى الحيوانات ولا شك أن الجماد بالنسبة إلى الحيوان كالعدم بالنسبة إلى الوجود لأن الجماد لا خبر عنده من وجوده فوجوده يقول لا شك أن الجماد بالنسبة إلى الحيوان كالعدم بالنسبة إلى الوجود لأن الجماد لا خبر عنده من وجوده فوجوده بالنسبة إليه كالعدم وعدمه كالوجود وأما الحيوان فهو الذي يميز بين الموجود والمعدوم ويتفاوتان بالنسبة إليه ولأن الجماد بالنسبة إلى الحيوان آلة لأن الحيوانات تستعمل الجمادات في أغراض أنفسها ومصالحها وهي كالعبد المطيع المسخر والحيوان كالمالك المستولي فكانت الحيوانية أفضل من الجمادية فكما أن إحسان الله تعالى ورحمته اقتضي وضع مائدة الوجود لبعض المعدومات دون البعض كذلك اقتضي وضع مائدة الحياة لبعض الموجودات دون البعض فكما أن إحسان الله تعالى ورحمته اقتضي وضع مائدة الوجود لبعض المعدومات دون البعض كذلك اقتضي وضع مائدة الحياة لبعض الموجودات دون البعض فلا جرم جعل عز وجل بعض الموجودات أحياءً دون البعض والحياة بالنسبة إلى الجمادية كالنور بالنسبة إلى الظلمة والبصر بالنسبة إلى العمى والوجود بالنسبة إلى العدم فعند ذلك صار بعض الموجودات حياً مدركاً للمنافي والملائم واللذة والألم والخير والشر فمن ثم قالت الأحياء عند ذلك يا رب الأرباب إنا وإن وجدنا خلعة الوجود وخلعة الحياة وشرفتنا بذلك لكن ازدادت الحاجة لأن حال العدم وحال الجمادية ما كنا نحتاج إلى الملائم والموافق لأن حال العدم وحال الجمادية ما كنا نحتاج إلى الملائم والموافق وما كنا نخاف المنافي والمؤذي ولما حصل الوجود والحياء احتجنا إلى طلب الملائم ودفع المنافي فإن لم تكن لنا قدرة على الهرب والطلب والدفع والجذب بقينا كالزمن المقعد على الطريق عرضة للآفات وهدفا لسهام البليات فأعطنا من خزائن رحمتك القدرة والقوة التي بها نتمكن من الطلب تارة والهرب أخرى فاقتضت الرحمة التامة تخصيص بعض الأحياء بالقدرة كما اقتضت تخصيص بعض الموجودات بالحياة وتخصيص بعض المعدومات بالوجود فقال القادرون عند ذلك إلهنا الجواد الكريم إن الحياة والقدرة بلا عقل لا تكون إلا لأحد قسمين إما للمجانين المقيدين بالسلاسل والأغلال وإما للبهائم المستعملة في حمل الأثقال وكل ذلك من صفات النقصان وأنت قد رقيتنا من حضيد النقصان إلى أوج الكمال فأفض علينا من العقل الذي هو أشرف مخلوقاتك وأعز مبدعاتك الذي شرفته بقولك بك أهين وبك أثيب وبك أعاقب حتى نفوز من خزائن رحمتك بالخلع الكاملة والفضيلة التامة فأعطاهم عز وجل العقل وبعث في أرواحهم نور البصيرة وجوهر الهداية فعند هذه الدرجة فازوا بالخلع الأربع الوجود والحياة والقدرة والعقل فالعقل خاتم الكل والخاتم يجب أن يكون أفضل ألا ترى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم النبيين كان أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والإنسان لما كان خاتم المخلوقات الجسمانية كان أفضلها فكذلك العقل لما كان خاتم الخلع الفائدة من حضرة ذي الجلال كان أفضل الخلع وأكملها ثم نظر العقل في نفسه فرأى نفسه كالجفنة المملوئة من الجواهر النفيسة بل كأنها سماء مملوئة من الكواكب الزاهرة وهي العلوم الضرورية البديهية المركوزة في بدائه العقول وصرائح الأذهان وكما أن الكواكب المركوزة في السماوات علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فكذلك الجواهر المركوزة في سماء العقل كواكب زاهرة يهتدي بها السائرون في ظلمات عالم الأجسام إلى أنوار العالم الروحانية وفسحة السماوات وأضوائها فلما نظر العقل إلى تلك الكواكب الزاهرة والجواهر الباهرة رأى رقم الحدوث على تلك الجواهر وعلى جميع تلك الخلع فاستدل بتلك الأرقام على راقم وبتلك النقوش على ناقش وعند ذلك عرف أن النقاش بخلاف النقش وأن الباني بخلاف البناء فانفتح له من أعلى سماء عالم المحدثات روازن إلى أضواء لوائح عالم القدم وطالع عالم القدم الأزلي والجلال وكان العقل إنما نظر إلى أضواء عالم الأزلية من ظلمات عالم الحدوث والإمكان فغلبته دهشة أنوار الأزلية فعميت عيناه فبقي متحيرا فالتجأ بطبعه إلى مفيض الأنوار فقال رب اشرح لي صدري فإن البحار عميقة والظلمات متكاتفة وفي الطريق قطاع من الأعداء الداخلة والخارجة وشياطين الإنس والجن كثيرة فإن لم تشرح لي صدري ولم تكن لي عونا في كل الأمور انقطعت وصارت هذه الخلع سببا لنيل الآفات لا للفوز بالدرجات فهذا هو المراد من قوله رب اشرح لي صدري ثم قال ويسر لي أمري وذلك لأن كل ما يصدر من العبد من الأفعال والأقوال والحركات والسكنات فما لم يصر العبد مريدا له استحال أن يصير فاعلا له فهذه الإرادة صفة محدثة ولا بد لها من فاعل وفاعلها إن كان هو العبد افتقر في تحصيل تلك الإرادة إلى إرادة أخرى ولازم التسلسل بل لا بد من الانتهاء إلى إرادة يخلقها مدبر العالم فيكون في الحقيقة هو الميسر للأمور وهو المتمم لجميع الأشياء وتمام التحقيق أن حدوث الصفة لا بد له من قابل وفاعل فعبر عن استعداد القابل بقوله رب اشرح لي صدري وعبر عن حصول الفاعل بقوله ويسر لي أمري وفيه التنبيه على أنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطي القابل قابليته والفاعل فاعليته ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يقولون يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها ومجموع هذين الكلامين كالبرهان القاطع على أن جميع الحوادث في هذا العالم واقعة بقضائه عز وجل وقدره وحكمته وقدرته ويمكن أن يقال أيضا كأن موسى عليه السلام قال إلهي لا أكتفي بشرح الصدر ولكن أطلب منك تنفيذ الأمر وتحصيل الغرض فلهذا قال ويسر لي أمري أو يقال إنه سبحانه وتعالى لما أعطاه الخلع الأربع وهي الوجود والحياة والقدرة والعقل فكأنه قال له يا موسى أعطيتك هذه الخلع الأربع فلابد في مقابلتها من خدمات أربع لتقابل كل نعمة بخدمة فقال موسى عليه السلام وما تلك الخدمات فقال وأقم الصلاة لذكري فإن فيها أنواع أربعة من الخدمة القيام والقراءة والركوع والسجود فإذا أتيت بالصلاة فقد قابلت كل نعمة بخدمة ثم إنه تعالى لما أعطاه الخلعة الخامسة وهي خلعة الرسالة قال رب اشرح لي صدري حتى أعرف أني بأي خدمة أقابل هذه النعمة فقيل له بأن تجتهد في أداء هذه الرسالة على الوجه المطلوب فقال موسى عليه السلام يا رب إن هذا لا يتأتى مني مع عجزي وضعفي فقال موسى عليه السلام يا رب إن هذا لا يتأتى مني مع عجزي وضعفي وقلة آلاتي وقوة خصمي فاشرح لي صدري ويسر لي أمري ونقف عند الفصل الثاني من الفصول التي ذكرها الإمام في تفسيري أو في شرح قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري نقرأ هذا الفصل وبقية الفصول التي أوردها الإمام في تفسير هذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر